السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام أحيانا بعض الكلمات تعيدك من حافة السقوط ما تنسوش الدعاء لإخواننا اللي تحت الحصار ربنا يسبتهم وينصرهم ويرحم شهدائهم وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع لويس نونيز وده شاب عنده 18 سنة بيقدم أوراقه علشان يدخل الأكاديمية العسكرية في المكسيك وبيسأله الزابط اللي قدامه على شوية أسئلة وبيجاوب عليها كلها وبعدها بيروح يعمل الكشف الطبي وبعد ما بينجح في كل الحاجات دي بيتم قبوله في الأكاديمية وبيدخل بعدها على سكن الطلبة وبيقابل الرقباء اللي هيمسكوهم ودول بيكونوا طلاب أكبر منهم في الفرقة وبيكونوا خلاص قرابوا يتخرجوا وعلشان كده بيمسكوهم الفرق الأصغر منهم علشان يتعلموا معنى القيادة وبيقف كل رقيب ياخد المجموعة بتاعته وبيكون القائد عليهم كلهم في السكن هو الرقيب أول سيرة وبيدخلوا كلهم علشان ياخدوا سريرهم وبيدخل عليهم سيرة فبيقفوا كلهم انتباه لي وبيقولهم إن في السرية بتاعته مفيش فرق بين غني أو فقير أو أبيض أو أسود الكل في الأكاديمية سواسية والقائد عليهم هو سيرة وبيقعد يوصف لهم في عظمة الجيش وأهميته والقوة اللي هيخدوها من دخولهم لي وبيقولهم كمان إن أي حاجة هم ما هيعملوها في الجيش هي مش ليهم أو لعائلاتهم لكن للمكسيك ولازم تكون للمكسيك الأولوية على أي شيء تاني وبييجي معادي النوم وكلهم بيناموا وفي الفجر بيدخل سيرة علشان يصحيهم وبيصحى واحد من الطلبة وبيلاقي المخدة بتاعته بتولع فبيطفيها بالعافية وبيروحوا بعد كده على طبور الصباح وبيبدأ كل قائد سرية يبلغ عن أي حاجة حصلت في اليوم اللي قابله وبينلاقي إن في واحد هرب من سرية تانية وبيروحوا بعدها ياكل وبيكون قاعد جنبه اتنين وبيتعرف عليهم وهما ماريو وأرتور وبينلاقي إن الرقيب بتاعهم قاعد ياكل معاهم وبيؤمرهم إنهم يجيبوله عصير وفعلا بيملاله أرتور كوبايتو فبيقول لهم بعدها إن اللي مش هيخلص الطبق اللي قدامه في خلال عشر ثواني مش هياكل تاني فبيمتنع ماريو عن الأكل فبيقوم الرقيب ده علشان يضربه فبينادي عليهم سيرة وبيهزأهم علشان ما سمعوش كلام الرقيب بتاعهم وبيقول لهم إنهم هنا لسه مهور صغيرة ولازم يسمعوا كلام مدربهم الكبير وبيؤمرهم بالانصراف وبعدها بنشوفهم وهم بيتمرنوا على التصويب على الأهداف السبتة وبيكون لويس موجود في التدريب ده ومعاه ماريو وبيوقف ماريو يتكلم معاه وبنعرف إن ممنوع على أي حد مخلف إنه يدخل الأكاديمية لكن ماريو دخل بالرغم من إنه مخلف وده لإنه أخفى الموضوع ده عنهم وبنعرف إنه مقبر على دخول الأكاديمية علشان ما كانش قادر على مصاريف الجواز وأمه أكبرته يدخل الأكاديمية العسكرية علشان تصرف هي على امراته وبنته وبييجي المسؤول عن التدريب في الوقت ده وبيفضل يراجع على التصويب بتاع كل واحد وبنشوف بعد كده رقيبين بيراجوا على السكن بتاع لويس وبيلاقوا واحد لابس الطائية بتاعته فبيهنوه وبيخليه واحد من الرقيبين دول ينزل على ركبته ويفضل يتنطط لحد ما يخلصوا التفتيش والتاني يوم بيكونوا في تدريب وبعد ما بيخلصوا بيلاقي رقيب جاي عليه وبيطلبوا وبيروح بيه على السكن وهناك بيقابل سيارة وبيقعدوا سيارة جنبه وبيبلغوا انه عارف ان التصويب بتاعه كويس وبيسأله هو تعلم التصويب فين فبيقولوا لويس انه ابوه في الجيش وكان بيعلموا الحاجات دي وهو صغير قبل ما ينفصل عن عيلته فبيقولوا سيارة انه يتعامل كأنهم أصحاب عادي وبيقولوا انهم هيطلعوا سوا في مهمة يوم السبت اللي جاي وبييجي يوم السبت وبيطلع سيارة ومعى ثلاثة من زميله في الفرق الكبيرة ومعاهم لويس من الأكاديمية وبيركبوا عربية وبيطلعوا بيها وفي السكة بيدي سيارة مسدس للويس وبنعرف انهم رايحين مهمة تبع الجيش علشان يخوفوا واحد من المجرمين وبيوصلوا عند البيت اللي هم رايحينه وبيؤمر سيارة لويس انه يستنهم في العربية علشان أول ما يخرجوا من البيت ده يجري بيهم على طول وبيخبطوا على الباب فبتفتح لهم صاحبة البيت وبمجرد ما بيدخلوا وبيقفلوا الباب عليهم بيقعد لويس يسرح بخياله وبيتخيل انه ماشي في السكن بين السراير لكنه بيفوق على تخبيط على إزاز العربية وبيلاقي انه سيارة واللي معاه فبيفتح لهم بسرعة وبياخدهم وبيجري زي ما كانوا أيلين لي وبيروحوا بعدها يصهروا في مالها ليلي ولويس بيفضل قاعد ومش بيقوم يرقص معاهم وبعدها بيقعدوا على الرصيف وبيقول سيارة للويس انه لازم يكون أجرأ من كده وبعد كده بيجي معاد الزيارة وبتيجي صاحبة لويس ليه علشان تزوره وبيسألها عن أمه إذا كانت بتاخد الأدوية في موعدها ولا لأ فبتقوله إنها كويسة والدوى اللي بتاخده من التأمين بيكاف فيها وبنعرف إنه أمه مصابة بمرض السكر وبيقعد بعد كده يشرح لها يومه بيمشي إزاي وبيعمل إيه والمكان اللي بينام فيه والمكان اللي بيدربوا فيه وفي وسط ما هم قاعدين بيجي ماريو معا مراته وبنته وبيسلموا عليهم وبعد الزيارة بنشوف سيارة والرقباء وهم مزنبين مجموعة من الطلبة في الحمام ومخليينهم ينزلوا على الأرض ويحطوا روسهم في الأرض ومشغلين عليهم الدوش وبيفضلوا على الحلدة لمدة 25 دقيقة لحد ما بيتعب أرتور وبيغمى عليه وبعدها بنشوف أرتور بعد ما فاء وهو واقف مع ماريو والويس وواحد صاحبهم كمان اسمه جيراردو وبنلاقيهم بيغيروا هدومهم علشان يروحوا تمرينات السباحة وبيسأل جيراردو لويس عن اللي هم عمليهم مخرج مع سيارة فبيقولوا إنه كان يوم عادي وهم كان عندهم مهمة وخدوا معاهم وبنشوفهم بعد كده وهم لابسين الزي الرسم بتاعهم وريحين ناحية البحر وفي الطريق بيسحب سيارة لويس للآخر وبيهربوا بين الأشجار وبيدخلوا في وسط الغابة وهناك بيلاقي لويس كلب وبيقعد يلعب معاه وبيقعد يلعب معاه شوية وبعدها بيرجع للسكن مرة تانية وبيفضل مستخبي تحت السرير لحد ما زميله بيرجعوا وبيتفجأوا أول ما بيشوفوه وبيسألوه وكان بيعمل إيه فبيقولهم إنه كان مستخبي وبيسألهم عن اللي حصلوهم فبيقولوله إنه كان أسوأ تدريب دخلوه من ساعة مجوم الأكاديمية وإن المدربين كانوا بيحاولوا يغرقوهم بشكل فعلي وبيقوله ماريو إن أرتور يعتبر أكتر واحد تعب فيهم وفي اللحظة دي بنلاقي واحد من الدفعات الأكبر بيضرب أرتور وبيخليه ينزل على ركبيته وبيقوله ياخد السكة تنقيط لحد ما يوصل للمطبخ ويجيب له عصير ويرجع وبيجي له واحد تاني وبيخده لسيرة وبيروح يقعد جنب السيرة وبيقوله سيرة إنه طول ما هو بيسمع كلامه هيحميه زي ما قدر يحمي اليوم ده من تدريب السباحة وبيسمعه صوت واحد مشغل فيديو على تليفونه وبيروح يقعد جنب سيرة وبيتفرجوا كلهم على الفيديو ومعاهم لويس وبيكون الفيديو عبارة عن تعزيب وضرب وقتل للناس أبرياء واللي بيكون مصور الفيديو ده واحد من زميلهم اللي برة في واحدة من المهمات اللي طلعها وبيكونوا كلهم مستمتعين وهما بيتفرجوا معا دالويس وتاني يوم الفجر بنلاقي واحد من الرقباء واقف وسط السكن ولابس لبس سفاح وبيصحي بقية الرقباء الطلبة بشكل عنيف وبيقوموا كلهم مفزوعين وبيودهم بعد كده للحمام علشان يستحموا وبيمسكوا أرتور هناك وبيفضلوا يلعابوا بي بولنج على السيراميك في الحمام وبيفضلوا يتضربوا طول اليوم لحد ما بيرجعوا يناموا وبالليل وبعد ما الكل بينام بنشوف أرتور وهو بيلبس هدومه وبياخد بعضه وبيهرب من الأكاديمية من جير ما حد يحس بيه وتاني يوم لما بيصحوا مش بيلقوه فبيفضل يسأل علي لويس لكنه مش بيلاقيه في أي مكان في السكن لحد ما بيلاقي سيارة ومعه الزابط المسؤول وهم دخلين عليهم بأرتور بعد ما أفشوه وبيلم شنطته وبيفضلوا يضربوا فيه ويجتموه لحد ما بيخرج من الأكاديمية وبنشوف بعد كده لويس وجيراردو وماريو وهم وقفين يمسحوا الحمامات وبيتكلموا عن اللي حصل مع أرتور واللي وصلوا للحالة اللي وصل لها دي وانه أكادي هرب بسبب اللي بيعمله سيارة واللي معاه فيه فبيقول جيراردو ان ده الطبيعي في الجيش فبيقول له ماريو انه استحالة يقبل انهم يتعاملوا معاه بالطريقة دي أيا كان ايه اللي هيحصله وبعدها بفترة بيجي معاد أجازة لويس وبينزل هو وماريو وبيحود على التأمين علشان يجيب علاج أمه وبعدها بيركب الأوتوبيس لحد ما بيوصل للبيت وبتقابله أمه وبيقعدوا يتغدوا سوا وبيكون واضح ان لويس بيفكر في حاجة ومش عارف يكل بسببها فبتسأله أمه في ايه فبيقول لها انه مش عايز يكمل في الجيش فبتتصدم اول ما بتسمع الكلام ده وبتاخد بعضها وبتدخل للمطبخ وبتقول له انه مش مهتم بيها تعيش او تموت وعلشان كده عاوز يسيب الجيش وده لانه لو مفضلش في الجيش التأمين هيتمينع عنه ومش هيقدر ياخد اي أدوية منه ومش هيقدر يجيب الدواء الأمه بسبب ظروفهم المادية وبعد الأجازة ما بتخلص بيرجع لويس للأكاديمية وبنشوفه هو واقف في السكن جنب السييرة وباقي زميله وبيكونوا فتحين فيديو من فيديوهات التعذيب اللي بيشوفوها دي وبيقفوا ويضحكوا كلهم معادة لويس وبيمسك واحد من زميل سييرة دماغ لويس وبينزلوا على الأرض وبيمثل مشهد من اللي في الفيديو فبيدخل ماريو وبيخبطوا وبيقولوا يبعد عن لويس فبيهدي سييرة زميله وبيؤمر كل الطلبة انهم يروحوا على الحمامات وبعد شوية بيروحوا وراهم وبيدي سييرة لماريو شنطة وبيؤمروا يغسلها فبيسيبوا ماريو وبياخب بعضه وبيمشي وبيقفوا كلهم يبصل بعض من رد فعل ماريو ده وفي الفجر بنشوف ماريو هو نايم وبينلاقي سييرة وزميله داخلين عليه فجأة وبيكتموا بقوا علشان ما يزعقش وحد من الطلبة يصحى وبيشلوه وبياخدوه على الحمامات وبيصحى لويس وجراردو على صوتهم وبيسمعوا ماريو وهو عمال يصرخ في الحمام وبيروحوا يشوفوا بيعملوا في ايه فبيلقوهم نازلين في ضرب وهو عمال يصرخ بس محدش بيسمعوا وبيلاقي سييرة رايح نحيته فبياخد السكة جارية قبل ما يشوفه وبيرجع ينام على سريره وبيروح سييرة يجيب اغضيب حديد وبيدخل الحمام تاني وتاني يوم مش بيلقو ماريو موجود في السكن وفي طبور الصباح بيستنى لويس ان سييرة يبلغ عن اختفاءه او عن اي حاجة عنه لكنه مش بيتكلم وبيبلغ ان السرية بتاعته ما فيهاش اي حاجة فبيتصدم لويس وبيروحوا بعدها يحضروا محاضرة عن حقوق الانسان واستاذ بيفضل يتكلم عن ان الزابط لازم يحترم الناس الابرياء وما يقزهمش بحجة انه بيقدي شغله فبيقوم لويس في نص المحاضرة وبيمشي وبيروح على العيادة بتاعت الاكاديمية وبيسأل الممرضة عما اذا كانت شافت واحد اسمه ماريو متسجل عندها لكنها بتقوله انه محدش عد عليها بالاسم ده فبياخد بعضه بيروح علشان يقابل القائد الاعلى للأكاديمية لكن الحرس بيمنعه وبعدها بيكونوا قاعدين على الغادة وبيلمح لويس القائد وهو ماشي في صالة الاكل فبياخد بعضه جاري وبيستأذنه علشان يتكلم معاه فبيسأله القائد هو عايز ايه فبيقوله انه عاوز يبلغ عن اختفاء زميلي كان في الاكاديمية فبيقوله القائد يروح له على مكتبه تاني يوم الساعة ستة فبيحيي لويس وبيرجع مرة تانية للكرسي بتاعه وبيسأله سييرة هو كان بيقول للقائد ايه فبيقوله لويس ان القائد كان بيسأله عن ابوه لانهم كانوا زملاء زمان والتاني يوم بيروح لويس علشان يقابل القائد وبيقعد يستنى وبيتخيل وهو قاعد انه شايف ام ماريو مشى من قدامه وعملت عاية على ابنها وبيفضل يمشي وراها لحد نص الاكاديمية وهي بتعاية على ابنها وبيفوق فجأة والسكرتيرا بتنادي عليه علشان يدخل يقابل القائد وبيدخل على مكتبه فعلا وبيقعد يتكلم معاه وبيعرف منه ان ماريو ساب الاكاديمية ومشي فبيسأله لويس عن المكان اللي راحه فبيقوله القائد ان ده مش من اختصاصه فبيقوله لويس ان ماريو تضرب وكانت حالته سيئة وبيقوله انه اكيد الكاميرات اللي في المكان سجلت اللي حصل في الحمام فبيسأله القائد اذا كان عاوز يقدم شكوة رسمية لكن لويس بيرفض فبيقوله القائد انه عارف ان التلاميذ في الاكاديمية ممكن هزارهم يكون تقير شوية لكنهم مش بيقزوا بعض الدرجة كبيرة وبيؤمر لويس بعدها بالانصراف وبنشوف لويس بعد كده بعد ما بينزل الاجازة وبياخد امه علشان يعمل لها كشفات على حساب التأمين وبيسأل الممرضة عن تكلفة العلاج من غير تأمين فبيقوله انها هتكلفه 4000 بيزو في الاسبوع وده بيكون مبلغ ضخم جدا عليه وبعد ما بيخلص الجلسة وبيرجع امه للبيت بيروح على محل اسلحة وبيشتري من هناك سكينة صغيرة ولما بيرجع من الاجازة بيروح على طول على سييرة اللي بيكون واقف مع زميله وبيسأله لويس عن ماريو فبيستهزئ به واحد من اللي موجودين فبيطلع لويس السكينة وبيرفعها عليه فبيهدي سييرة وبياخد منه السكينة وبياخده على جنب علشان يتكلمه سوا وبينادي عليه اصحابه علشان يروحوا معاه وبيفضلوا ماشين لحد ما بيدخلوا للغابة وبيوصلوا للكلب اللي لويس كان بيلعب معاه يوم تمرين السباحة وبيقول سييرة للويس انه ممكن يسمحوا على اللي عمله من شوية ده ويبقى واحد منهم كمان لكن بشرط واحد بس وهو انه يقتل الكلب ده لكن لويس بيرفض فبيقوله سييرة انه لو ما قتلش الكلب هيتقتل هو وبيديله السكينة في ايده وبيؤمره يغرزها في الكلب وبيفضلوا يزعقوا فيه لحد ما بيعملها وبيخلص على الكلب وبيسيبوه وبيمشو وبعدها بفترة بيكون في تدريب على الرماية وجراردو بيكون واقف جنبه وبيشوف سييرة وزميله واقفين من بعيد فبيحاول سلاحه ناحيتهم وقبل ما يضرب بيلحقوا جراردو قبل ما حد يشوفه والتاني يوم بيكون لويس في المكتبة وبيروح له سييرة وبيقف جنبه وبيسأله بصوت واطي هو ما ضربوش بالنار يوم هليه فبيتصدم لويس انه شافه ومش بيعرف يرد وبيسيبه وبيمشي وبعدها بيكونوا في الساكن وفتحين فيديو من فيديوهات التعذيب دي وبيكونوا مزنبين كذا واحد حواليهم وبيوقف سييرة لويس يتفرج على الفيديو وبعد ما بيخلصوا بيقول سييرة لويس انه يبقى يروح يقابله في حمام السباحة بعد ساعة وفعلا بيروح له بيقوله سييرة ان عندهم طلعة تانية يوم السبت اللي جاي وانه هيروح معهم وبيقعد يتكلم معاه شوية وبيقوله انه مقرب منه لانه بيفكروا بنفسه وهو صغير وبيقوله انه كان خجول زيه كده وبييجي يوم السبت وبيطلعوا في العربية وبيقول سييرة لويس انه هيدخل معاهم المرة دي وبينزلوا كلهم من العربية وبيدخلوا البيت وبيضربوا الناس اللي فيه بالرغم من انهم ناس ابرياء وفي اللحظة دي بيعرف لويس انها مش مهمة وانهم بيعملوا كده لأهوائهم الشخصية وبيطلع سلاحه وبيقتل سييرة وكل زميله اللي معاه وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم